يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن ووضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسييل إنهاء إجراءات الوصول وخاصة لكبار السنة ودوء الاحتياجات الخاصة مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريدة الحق ترجمة نانسي قنقر